سنجار الى الواجهة من جديد لا بالبناء والاعمار بل في منعطف صراع جديد وغنيمة حرب اخرى يسعى لها الساعون في اكثر من مناسبة حرصت القوى الكردية على ضرورة ضم القضاء التابع لنينوى وتحويله الى محافظة تابعة لما يعرف باقليم كردستان بل واضفت ذلك الى لائحة طلبات مقدمة لبغداد مسعود بارزاني لمح اكثر من مرة الى جهود تحويل القضاء لمحافظة تتبع كردستان العراق ثم ذكرها علانية رئيس حكومة كردستان جيرفان بارزاني بان على بغداد واربيل السعي بهذا الصدد وكأنه يشير الى انتهاء مرحلة المناقشة وبدء العمل جديا مع عبد المهدي لانجاز الامر في بغداد وصف مسؤولون حكوميون طرح الملف في هذه المرحلة بانه لا يعد اكثر من مناورة للقوى الكردية تعزز بها مفاوضاتها حول كاركوك الطرفان يتصرعان وليس لاحد منهما فعل على الارض فالمدينة ترزح منذ اكثر من ثلاثة اعوام تحت سيطرة ميليشيات الحشد وحزب العمال الكردستاني التين تسومان اهلها الحقيقيين من العرب والتركمان مر الهواني والذل انشأ بيكاكا وميليشيات الحشد كيانا جديدا لادارة سنجار بعد لقاء جمع زعماء من فصائل الحشد وممثلين عن منظمة بيكاكا التي تسيطر لاول مرة على مقاليد الحكم في احدى مدن العراق بالتزامن مع صمت مطبق من الحكومة في بغداد ومنذ اكثر من عام يدير شخصان قضاء سنجار بمنصب قائم مقام احدهما فهد حامد في مركز القضاء والثاني محمى خليل في كردستان العراق بعد منعه من طرف الاول من دخول المنطقة ولا يعترف احدهما بالاخر ويرفض كل منهما ترك المنصب وحكومة بغداد تصم الآذان وتغمض الأعين سبعة من فصائل الميليشيات تتقاسم غنائم سنجار أهمها يزيد خان وحزب العمال الكردستاني بالإضافة لمجميع يزيدية أخرى تتبع ميليشيات الحشد وجميع أولئك متهمون بممارسة عمليات تغيير ديمغرافي سهدفت العرب في تلك المناطق من دون رقيب ولا شاهد فإلى أي مصير تتجه سنجار وهي تعج بالبنادق المتخاصمة